اشتركوا في القناة نستخدم فيهم ايه علشان نطلع الكلام ده ونقدر نطلع الباجينات بتاعنا سليم اول حاجة يا جماعة قلنا البيس اللي هو هينطلق منه الباجينات بتاعنا عندنا حاجة اسمها get page num underscore link وبعده هنعمل concatenate ونحط حاجة زي wildcard كده عشان يعرفنا اللينك هيمشي ازاي get page num link تعالوا نشوف احنا اصلا فتحينه هنا ولو مش فتحينه اوكي اهو كتب لك retrieve the link of for a page number link جميل قوي يبقى ده عبارة عن link للpage number بتاعتك بيوديك على link بتاعتها طيب بيقبل ايه بيقبل عندك الpage id والdefault value one فانت مش محتاج هنا تكتب له اي حاجة one دي هي بتاعته اللي هو اول صفحة يبدأ منها فخلاص انت مش محتاجها في حاجة فما فيش داعي تكتبها لان انا شفت كتير ناس عاملة نفس ده كده قريب منه او نفسه عاملينه وكاتبين واحد هنا طيب نبص كده هالحد عامل مثال ولا حاجة تحت مسلا مفيش امثلة طيب اوكي عملنا وعرفنا الفكرة بتاعته هنكمل اللي بعده على طول عشان تشوف الاثنين مرتبطين ببعض ازاي اللي بعده يا جماعة اللي هو الفورمات طريقة فورمات البيج بتاعتك بتاعتك بتتبني ازاي بتكون بالشكل ده slash page slash الرقم برضو الرقم هيكون عبارة عن wildcard بس هنحط هنا علامة الهاش بالشكل ده عشان تعرف ان الهاش دي هيكون فيها الرقم يعني انا لما اجي ادخل على اللينك هيقول له slash page slash رقم هنا اللي هو الرقم ده كيام يا جماعة الرقم ده اللي هو تلاتة اربعة خمسة رقم الصفحة عموما اللي انت فيها ال wildcard ده وال wildcard ده طبعا زي ما انتم شايفين مكملين لبعض ال base اللي انت بتنطلق منه والفورمات بتاع اللينك فوق بيكون عامل ازاي الفورمات ده بينفعني في ايه بينفعني فيه شخص ممكن طريقة بتاعته غير الطريقة بتاعت ال wordpress ازاي ممكن يكون عامل اللينك بالشكل ده and pages مسلا pages او ممكن يسميها and مسلا items مسلا بيساوي اربعة هو عايزة كده مفيش مشكلة هو مش عايزة زي ما ال wordpress عاملاها ساعتها الفورمات هنا تقدر تعالج بيه الكلام ده مع طبعا تعديلات في ال ht access عشان تطلع اللينك زي الفكرة بتاعتك بالزبط بس الفكرة ان انت تقدر تتعامل مع ال page net link هنا انه يكمل فكرتك اللي انت اصلا عملتها في ال wordpress طيب جميل اول لحد هنا عملنا الفكرة وتمام فاضل بعد كده ال current page اللي انا فيها اهي مش محتاجين احنا اصلا عملناها خلاص طيب بعد ال current page عندك التوتل اللي هي ال all pages برضو انا هقول حاجة ان احنا برضو مش محتاجينها ليه مش محتاجينها تعالوا نشوف ليه التوتل اصلا اصلا هو عملها لك باي ديفولت تعالوا نشوف اصلا هي فين التوتل دي جبناها منين اصلا اه ادي ال page net link اهو التوتل اهي total amount of page default is the value max number of pages ده الديفولت اصلا الديفولت بتاعتها max number of pages كل يعني الماكس نمبر يعني انت مش محتاج تكتب الديفولت دي الماكس نمبر اهو اللي هو ال all posts هو ده الديفولت اصلا فانت مش محتاج توتل دي تماما ودي حاجة من الحاجات اللي انت لو قلبت في ال wordpress هتلاقي الناس برضو عاملينها لانهم مش متابعين الكوديكس او مش عارفين ايه اللي بيجد جديد في الموضوع لحد هنا نقدر نقول الحمد لله بنين الفنكشن بتاعتنا بشكل سليم وكله تمام وزي الفول نعمل ايه بقى خلاص كده مستنين حاجة اه نروح نستخدمها انت خلصتها بس ما استخدمتهاش انا عامل هنا فمعنى كده الفنكشن دي بترجع لل value بس ما بتطبعهاش فياخرج الفنكشن دي عشان اطبعها في ال index add ال index وهقول له echo الفنكشن بتاعتي واروح رافع ال index وال functions.php وان شاء الله يطلع الكود غلط ولو اني عارف انه هيكسفنا ومش هيطلع غلط ادي ال reload والحمد لله عندنا الصفحات بتاعتنا كلها الصفحة الاولى ادي اول صفحة فيها المقالين ادي الصفحة التانية فيها مقالين تاني التالتة الرابعة الخمسة الستة اللي هي اصلا اخر صفحة والنكس طبعا هتختفي والبريفياس بترجعنا لللي قبله عادي البريفياس لللي قبله وعادي النكس لللي بعده والحمد لله الباجينيشن بتاعنا شغال زي الفل مقصو بس تنسيقات السي اس اس من هنا نبدأ نقول انت ما بقيتش محتاج خلاص ده ما بقاش لي اي لازمة لانه اصلا خلاص بقى مفيش انا عندي دلوقتي والحمد لله اللي يوديني على المكان اللي انا عايزه فتقدر تشيل ده من الاندكس وانت متطمن او لو حابب ان انت تروح تعمله مثلا على سبيل المسال عشان خاطر ممكن في يوم الايام تحتاجه مفيش مانع ابدا ان احنا نعمله بالشكل ده يمكن لعله وعسى في يوم نحتاجه واروح حرف على الاندكس تاني بعدين نرجع نشوف ادي بتاعنا والحمد لله مش مطلوب منك غير تنسيقات السي اس اس تعمل بقى هنا تنسيقات زريفة على والازرار والكارنت عليه كلاس معين عشان بس تعمل حسابك الكارنت عليه كلاس اسمه كارنت اهو يعني انت مش هتتعب وتتلع عينك عشان خاطر تعرف الكلاس اللي هو الكارنت والكلام ده كله تقدر من هنا تعمل الكلام ده لوحدك طيب انا لاحظت حاجة في الورد بريس زي ما انشايفين كتب لي اتنين سلاش بيج فممكن ممكن والله اعلم ان احنا ما نحتاجش الفورمات ان احنا نحط دي هنشوف مع بعض كده هل ده صحيح ولا لأ وادي ريلود وهنا البيج زي ما انشايفين الحمد لله مظبوطة ما بقاش فيه اتنين زي ما احنا كنا عاملينها فانت مش محتاج هنا ان انت تحط السلاش في الاول بس كفاية بيج سلاش كزا وخلاص ودينا بنتعلم حتى واحنا بنشرح والحمد لله يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل واعجبكو اشوفكم ان شاء الله في درس جديد والسلام اشتركوا في القناة